حين رفض إبليس السجود لآدم لم يكن هناك شيطان فمن وسوس له؟ سؤال خطير جدا الشيطان عندما عصى الله من كان شيطانه؟ اسمعوا لتعرفوا من هو الشيطان الحقيقي لنا إن كلمة نفس هي كلمة في منتهى الخطورة وقد ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة ففي صورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن نؤمن بالله عز وجل ونذكره ونصلي ونقرأ القرآن ونتصدق ووى إلى آخره وبالرغم من ذلك فما زلنا نقع في المعاصي والذنوب فلماذا؟ السبب في ذلك هو أننا تركنا العدو الحقيقي وذهبنا إلى عدو ضعيف يقول الله في محكم كتابه إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنما العدو الحقيقي هو النفس نعم فالنفس هي القنبلة الموقوطة واللغم الموجود في داخل الإنسان ففي سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة في سورة غافر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى في سورة التكوير علمت نفس ما أحضرت لاحظوا أن الآيات السابقة تدور كلها حول كلمة النفس فما هي هذه النفس؟ يقول العلماء أن الآلهة التي كانت تعبد من دون الله اللات والعزة ومنات وسواع وود ويغوث ويعوق ونسر كل هذه الأصنام هدمت ما عدا إله مزيف ما زال يعبد من دون الله يقول الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ومعنى ذلك أن هوى النفس إذا تمكن من الإنسان فإنه لا يصغي لشرع ولا لوازع ديني لذلك تجده يفعل ما يريد ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل يقول الله تبارك وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه عندما تسأل إنسان وقع في معصية ما وبعد ذلك ندم وتاب ما الذي دعاك لفعل هذا؟ سوف يقول لك أغوان الشيطان وكلامه هذا يؤدي إلى أن كل فعل محرم وراءه شيطان إن السبب الحقيقي في المعاصي والذنوب إما من الشيطان وإما النفس الأمار بالسوء فالشيطان خطر ولكن النفس أخطر بكثير لذا فإن مدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان فهو ينسيك الثواب والعقاب ومع ذلك تقع في المحذور قال تبارك وتعالى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَةٌ بِالسْوءٍ وأخيرا نتضرع إلى الله ونقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما